في ناحية تانية بقى طالبة مارينة لها ظروف صحية خاصة جدا وقاسية جدا عندها مشاكل في الكبد والدنيا مش حلوة معاها صحيح انه تلايف كامل وربما تحتاج لزراعة كبد وهو لآخر وكده والحقيقة هي قدمت التماس وبعتت هنا على اساس انه درجات الرقفة يعني درجة او درجتين فيه مادتين عشان تنجح السنة دي وتدخل الدور التاني وتنجح وربنا يوفق في هذا الاطار طبيب المعالجة لها الحقيقة كلمت الزملاء وقالت لهم ان حالتها متأخرة جاي يعني دكتورة منال حمد السيد ودكتورة طبيبة محترمة جدا ولها اسم وهو الآخر فتكلمت الزملاء وقالت لهم ان حالتها صعبة جدا ولو كن في نظرة انسانية من السيد وزير التربية والتعليم في هذه الحالة احنا سألنا قالوا لازم تقدم اعتذار بالورق قبل الامتحان لكن الوقت الحالة هيبقى صعب ده ده الكلام اللي انا نجد فالحقيقة يعني انا بتقدم بكل احترام وبكل ود وبكل محبة وبكل انسانية الى السيد وزير التربية والتعليم يا سيدة الوزير هي حالتها الصحية مرهقة جدا تعبانة جدا صعبة جدا وربنا يا رب ما اكتب على اي حد فلو حدك تنظر الى هذا الامر بانسانية يبقى كتن خير حضرتك والامر بعد ربنا صبحانه وتعالى مطروك لحضرتك تاخد القرار المناسب في هذا الاطار وزملاءنا يبعثوا لحضرتك في هذا الاطار يعني بالمنظور الانساني مش اكتر ان هي فعلا الدكتورة منال اتكلمت في هذا الامر وقالت انه الحالة الصحية للطالبة مارينة صعبة جدا 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 والحقيقة كانت وقت الامتحان كانت في المستشفى وكانت بتعمل غسيل كلاوي وولادة الدخوة بتعمل لها لجنة خاصة فاحنا الواحد متخيل هذا الامر الواحد السليم بيبقى مرتبك فده الدكتور ردح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوجه بكل احترام لحضرتك بهذا الطلب لو حضرتك تشوف وتنظر فيه يبقى كتر خير حضرتك واعتبرها بنتك من ناحية الإنسانية تشوف هذا الامر والامر الاول والاخير لحضرتك في هذا الوطال